السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم ازاي استخدم جوجل درايف وده موقع مهم جدا لحفظ الملفات ولازم يكون لك حساب على جوجل في ان انا اشتغل شغل ريفت بين اكتر من جهاز بين اكتر من بلد يعني المفروض بنوصل لنتورك طب لو انا عايز اوصل من خلال الانترنت بنستخدم اتراديات طيب ادهل بتدخل على جوجل دوت كوم درايف دولود او تخش على جوجل وكتب جوجل درايف دولود هيجيبه لك اهوات قد لان عايز اعمل دولود فبيبدأ يشطب لك البرنامج البرنامج فكرته ان هو يخد جزء من المساح يحط فيها الملفات لو لغيتها من الانترنت هتلغي من الفولدر اللي على الجهاز عندك لو لغيتها من فولدر الجهاز عندك هتتلغي من على الانترنت دي الفكرة ببساطة رجزة جدا طيب دلوقتي انا هاجي هنا العلمة بتاعة جوجل درايف وهقول له انا عايز اخش في الخصائص بتاعتها بريفرانس وهو واحدة بيسطب نفسه على السي هي في بس مشكلة بسيطة اه انا عايز المسار كله اللي سايفي يكون مشترك بشوش اي اختلاف لان ده مسلا لو عملت على الاف ممكن واحد تاني ما عندوش اف ممكن لو انتو تتابطوا على اسم اليوزر بيختلف فده بيغير المعلومات فمتبقاش المعلومات ايه اه المسار بيبقى مختلف فانا مش عايز القصريات فانا هاجي في بريفرانس بس لسه بيفتح معنا وهضيف فولدر ايكود المسار بتاعه مفوش اي اختلاف من جهاز لجهاز يعني انت انا قلت له دوت الاف ممكن واحد مكونش عنده اف طب لو قلت له البكتشر هتلاقي معمول باسم اليوزر بتاعك طيب الديسكتوب هتلاقي مختلف طيب ممكن اجي اقول له تشوز فولدر وقول له اعمل لي فولدر على السي مسلا اعمل فولدر هنا وهو سميه ريفت تمام وقول له سلكت فولدر تمام او ده الريفت لما اعلم عليه صح هيبدأ يعمل مع الانترنت ولو كل واحد من الفريق ستطب وعمل الريفت على السي خلص مبقاش كده في اي اختلاف خلص طيب لما اجي اعمل الملف دخلت مثلا عن الريفت هبدأ ملف جديد خالص فاين نيو بروجيكت وهقول له انا عايز بالتمبلت دوت اعمل ملف اول ما يفتح خبط لازق كده هروح ايه اقيل له من الكولوبريت اعمل لي وركسيت الكولوبريت بيقول له اي حافز الملف دوت احافظه فين اكيد مش بعد كل انا قلت دوت هساقف في مكان غير السي ريفت يبقى احنا كده بنستعبط فاكيد هروح على السي ريفت تمام وهي اللي هيبقى احنا بنهري او انا بقى نشارف حاجة اهه سي ريفت تمام اتسمى بقى الملف بتاع الكيسة مية احمد محمود يعني على اسم جديد والشفر معي تمام خلي بالك انك دخلت هنا في الابشن هو ايضا لغادي الوقتي لسا الملف ده مش سنتر الموديل تمام فانا بس هساقفه كده وبعد كده لما هيبقى سنتر الموديل نبدأ ندخل في الخطط تاني هيبقى سنتر الموديل لما يكون فيه وركسيت هو كده بس هاقفه كملف لوكال عادي بقى دي يعني تمام بيقول اللي عايز هيفه على النتورك ولا عايز هيفه على الكلود كلاود ذا بيقص به اله heatholusstein فه heatholusstein لازم يكون لديك حساب على autodisc وبفلوس وحاجة كده تمام وكده اعمال لك ويشارد كل ما انا اعمله بقى هقول له save ويقول خلي بالك مما save المرة دي بقى عندك ونكسد فلازم يبقى central فهيحوله ليه لcentral central معناها بعد كده هبقى اعمل synchronization نروح واخد المعلومات اللي عندي هتطع على السيرفر والمعات للسيرفر اللي جبه عندي خلي بالك ديت فعلت وديت قفلت طيب لما اجي بعد كده اشتغل على مغافي رفت دا اعمل ايه كل ما اعمله هقول له file open من اي جهاز بقى يعني كلنا استطابنا وعملنا ال see rivet راجعي كده على ال project وان دوت واعلم كرية new local يبقى انا شغال هنا وصاحب اشغال في الصين وواحد اتاني شغال في مصر الله يعينه وراء الله يعيننا جميع نعني ونبدأ كلنا نعمل صنجازيش وكلنا نشتغل ولو عندك الناس سريع هتدعي لي لو انت نت بطيء ادعي لشركة التصالات